بعد نكسة 67 المساد الاسرائيلي كان فاكر ان دي نهاية المطاف وان جيش مصر اللي كان رعيبهم اتقصر وطريقهم لنهب اراضي وموارد البلد حيبقى مفتوح نسيو حاجة مهمة جدا ان جيش مصر عمره 7000 سنة وان حديكة الحيوان اللي عندنا في مصر اقدم من دولتهم اسرائيل كلها اصلا وعلى فكرة ده كلام في التاريخ وكلام موسوك في كتب التاريخ ان فعلا حديكة الحيوان اللي في مصر اقدم بكتير جدا من دولة اسرائيل وقتها المخابرات المصرية كانت بتشتغل بكل طاقتها من اجل استرداد كرامة الدولة واراضيها وتطهير ارض سينة من كل عدو طامع فيها قصة النهاردة صديكة عن اصغر جاسوس لصالح المخابرات العامة المصرية الجاسوس اللي حيرهم كتير ومحدش عرفوا الا بعد الحرب 6 اكتوبر 73 باسنين طويلة هو الجاسوس صالح عطية اللي كان عمره 12 سنة صالح في الحقيقة كان طفل بدوي اتولد واتربى من خير مصر واستأهل من قبائل البدو كان هويته رعاية الغنم وكان ماليان حماس بانه يطرد العدو من سينة ولكن في الاخر قام امنية الطفل لحد ما جات له الفرصة انه يحقق حلمه ويحقق الامنية لجواه اتكلف الزابط محمد الكلاني من المخابرات العامة المصرية بالدخول وسط اهالي سينة بما انه زابط حيعرف ان هو يسبك الدور ده اتكلف انه يسبك دور مهر بممنوعات على سبيل التمويل انه معدش من البدو ولا من العدو شك فيه بعدها تعرف على الشيخ عطية وزوجته السيدة مبروكة وابنهم الطفل صالح عطية وطبعا بعد ما تعرف عليهم عرفهم بنفسه على انه تاجر ومنتظر بداعته تعدي من الحدود اثناء انتظاره اتكونت صداقات كبيرة بينه وبين الشيخ عطية وولده وولده الطفل صالح هو كان قاعد معهم كان عايز يجند الشيخ عطية انه يشتغل معاه بس كان بيشوف ده وفعه ايه ولكن لاحظ فيه سماحة النية وسنه الكبير وكل دوت ممكن يعرض المهمة كلها للخطر ويعرض حياة الشيخ عطية نفسه للخطر فطبعا قرر انه هو يلغي انه يفتحه اصلا انه يساعده ويشوف يشتغل على هدف تاني بعدها الظابط الكلاني لاحظ ان الطفل صالح بيرعى الغنم والفكرة حضرت في ذهنه في نفس اللحظة وقرر كلاني انه يختبر الزكاء ووطنية الطفل فقال له ايه رأيك يا صالح فيه كلام ان الناس بتقولوا عني انه مهرب وبهرب حاجات وبشتغل في الممنوعات ولكن الظابط الكلاني يتفاجئ بالطفل انه بيقول له انت مش مهرب ومش عربوي اصلا اتصدم طبعا الظابط كلاني وبدأ انه قال له بتقول ليه كده يا صالح قال له لهجتك مش لهجة راجل بدوي وكاف في ايدك ناعم والعربي او البدوي كاف في ايده شقيان من الشقة ومن الصحرة ومن الشغر طول الليل والنهار ده رأيي بدون زعل كلاني طبعا انبهر جدا بالكلام وتأكد ان الطفل صالح يصلح للمهمة المطلوبة بنسبة مليون في المية ولكن طبعا كان بينتبه بعض القلق والخوف ان ده ولد وطفله في سنه صغير وحيتعامل مع عدو غاشم ازاي انه هو يتعامل معاه بكل لطفه ويعرف كل اللي مطلوب منه يدخل يجيبه ويخرط بسلام وكان كل مهمته الاولى والاخيرة سلامة الطفل صالح عطيه كلاني طبعا قاله كلامك صحيح يا صالح انا مش مهرب انا شغال مع مجموعة من المكومة ضد العدو وعايزك تشتغل معانا اتفاجئ طبعا الطفل صالح متحمس جدا وفرحان انه هيشتغل معهم بس في البداية الزابط كلاني عرض عليه الامر على المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية ولكن رفضوا بشدة لصغر سن الطفل وهو طبعا اصروا قدم العملية على مسئوليته الشخصية واقنعهم انه طالما احنا ما اقتنعناش ان ده ماينفعش جاسوس يبقى بالفعل العدو مش هيقتنع ولا هيحس ان ده جاسوس وحيبدأ انه هو يدخل لنا او ينقل لنا المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها من داخل موقع اي موقع من مواقع العدو وبعد طبعا ما اقتنعوا المخابرات الحربية والمخابرات العامة وفقوله على العملية بعدها اقنع الطفل وقال له الموضوع هيفضل سر بنا انا وانت صالح وحنتقابل كل يوم عند الصخرة دي واكد عليه عدم الافصاح لوالديه بالسر اطلاقا بعدها راح لوالده وقال له ان بضعت ووصلت وانه لازم يمشي وسلم طبعا على الشيخاتية وبدأ انه هو يمشي وهو متفق مع الطفل صالح وتاني يوم راح كلانية عند نفس الصخرة اللي قابل واتفق مع الطفل صالح عندها وبدأ ينتظره من ساعة لثلاث ساعات ولكن الطفل صالح مجاش ولكن بعد الثلاث ساعات اتفاجئ ان صالح جاي من على بعد ومعاه مجموعة من الغنم قال له تأخرت ليه كده يا صالح انا فكرتك ان انت غيرت رأيك عن تنفيذك او شغلك معنا الطفل صالح رد عليه رد زكي جدا قال له لأ انا قصدت ان انا اتأخر عشان لو فيه اي حد مرأيبني من الجيش الاسرائيلي ما يعرفش ان انا جاي قابل حضرتك ويتموه واكتر حاجة هتموهه ان طفل عربي ومن طبيعة شغلي في الصحراء ان انا برع الغنم وبلفي بيه في الصحراء انبهر طبعا جدا الزبط كلاني من رد الطفل صالح عطية وبدأ ان هو يعرض عليه الخطة صالح عنده دجاج بيربيه مع الغنم وطبعا الدجاج بينتج بيد فالظبط كلاني قال له هتدخل مواقع العدوز العسكرية وتهرد عليهم ان هما ياخدوا منك الست بيضات مقابل علبة تونة وعلبة مربة ومن هنا هيبقى ليك علاقات قوية جدا بيهم الطفل صالح طبعا قال له طب ليه مااخدش عدد بيد اكتر من كده في الحقيقة الطفل كان بيسأله سؤال زاكي ولكن اشترط عليه الزبط كلاني انه يدخل بعدد ست بيضات لعدم اسباب كتير جدا وهو انه لو اخد كمية كبيرة هياخدوا بالهم منه وحيعرفوا ان ده ممكن يكون طفل متسوس عليهم ثانيا انه لو دخل برضو بكمية كبيرة دي احتمالية تانية ممكن يفكروا ان ده حد اللي مولوا عشان يتجسس عليهم بالاخص ان البدو والعرب في سيناء معظمهم زمان كانوا محدودين الداخل وعيشتهم بسيطة حيجيب منين الخرده كله واهله عيشتهم بسيطة فعلى عدم اصارة الشكوك حوالين الطفل صالح بدلا ان هو يقول له كل يوم روح لهم بست بيضات فقط تالت زاوية كان بينظر لها الزابت كلاني انه لو دخلوهم ببيت كتير ومشاكوش فيه هيبدأوا ياخدوا منه الكمية كلها ويقولوله ما تجيش كم يوم لكن الزابت كلاني كان عايزه يدخل يوميا عشان بيديهم كمية بسيطة وبرضو بياخد منهم اللي يستفيد بيه وفي نفس الوقت برضو الزابت كلاني كان خايف على حياته جدا وفي كل مرة بيدخلوا مواقع العضو العسكرية كان بيبقى حريص جدا وخايف جدا انه يكون سبب لازيته بالفعل نجح صالح انه يدخل ويبدل البيت بالعيلة بالغذائية لدرجة ان الجنود الاسرائيليين حبوه جدا واصبح صديقهم بشكل كبير مع العلم انه كان فيهم اشخاص عنصريين ومعاملتهم سيئة جدا لانه طفل مصري وهم طبعا اسرائيليين والمعاملات كانت معاملات عدائية كده ولكن كان فيهم ظابط اسمه جعفر دلويش ظابط يهودي كان بيحميه دايما بيحمي الطفل صالح عطية منهم ومن بطشهم وده اللي شاهد بيه الطفل صالح عطية بعد ما اتكرم من الرئيس السادات وعلى قد ما كان شكوته للظابط كلاني من الاهانات والمعاملات السيئة من زباط وجنود الجيش العدو على قد ما كان كلاني بيصبره ويحمسه اكتر ويقوله معلش انت باطل ما تقلش حاجة عن الزباط والجنود اللي بيدفعهم عن ارضهم وبيحاولوا يردوا قرامة بلدهم وبالفعل نجح صالح بمعرفة حكول الالغام المزروعة في اربع اماكن محيطة ومهمة جدا واشكال المدافع التقيلة ومولدات الكهرباء واماكن خزانات المياه وبيان تفصيلي عن اماكن الزباط والجنود واماكن استراحة الجنود وعدد الحراسات الليلية والحقيقة ان صالح كان زكي جدا للشرح التفصيلي للزابط كلاني ويوم ورا يوم يا صديقي وسنة ورا سنة يدخل وسط الزباط ويسمع الكلام ويشوف الاشكال ويطلع ويطلع برا للزابط الكلاني يوصف كل حاجة وكل ملاحظة شافها ويكتب ويسجل الزباط كلاني كل ملاحظة والحقيقة ان دي كانت موهبة في الطفل صالح عطية لان كان من الاطفال الاميين اللي لا يجيدوا الكتابة والقراءة في البدو او في البدو بتاع سينة وفضلوا على هذا الحال يا صديقي لحد بدايات سنة 73 بدأ كلاني يدرب صالح على زرع قطعة معدنية في مكاتب الجنود المعدنية المكاتب الكتابية كانت دايما معدنية فطلب منه انه يزرع في مكتب معدني قطعة عبارة عن جهاز مسجل وطبعا قال له خليك حريص من المكاتب الخشب ما تحطهش في مكاتب خشب عشان مش هتلزق فيها او اي سرير معدن او اي حاجة معدن في الدواليب الملابس في المكاتب في السراير في اي مكان معدن حط الجهاز ده اعتمد جهاز المخابرات العامة المصرية على التفل الصغير لخدع تلعاده السوريوني بجدرة ومع كل التأكيدات والنجاحات اللي وصل لها التفل صالح عاطية قالوا ان الزابط كلاني كانها يهم كبير جدا هو انه صالح لو اتكشف مصيره هيبقى ايه وسطهم ولانهم مفتريين وبيعملوا المصريين معاملة وحشة جدا ولكن يا شاء القدر انه ينجح بشكل ازهل جميع الكيادات بالمخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية وقبل حرب اكتوبر بحوالي عشرين يوم يصدر قرار بنقل جميع اسرة صالح من سينا للقاهرة بعدها طبعا استقر هو واسرته في قرية اسمها ميتا بولكون اللي هي قرية الرئيس السادات وكان ساعتها الرئيس السادات في انتظارهم هناك الرئيس الرئيس كرم اسرة صالح عاطية وكان منتظرهم بحفاوة جميلة جدا بدأ ان هو يكرمهم وكرم صالح عاطية وقال له انت شاركت معنا بمهمة بطولية كبيرة جدا وفي الحقيقة والده والدته ما كانوش يعرفوا اصلا انه قام بالدور ده الحقيقة صديقي ان الصدمة كانت كبيرة جدا لطرفين اولهم اهل صالح بان ابنهم قام بدور بطولي كبير جدا وسانيا الصدمة تانية كانت للموساد بان جنودهم شربوا خدعة كبيرة جدا من طفل صغير جدا عنده 12 سنة اما الطفل صالح وقت تكريم الرئيس السادات ليه كان عمره وصل ل 17 سنة وتم استدعائه لمبنى المخابرات العامة المصرية وهناك كان مستنيه الزابط محمد كلاني واستفرحة كبيرة طلب صالح طلب غريب جدا من الزابط كلاني قال له الزابط كلاني فيه الزابط اسمه جعفر درويش لو عايش احسنه معاملته لانه كان بيحميني من اهانات زميله الجنود اليهود وبالفعل كلاني راح وتأكد بعد حرب 73 انه الزابط جعفر درويش متخد اسيرة عندنا في مصر ودخل عليه ووصى برعايته تبقى للكوانين الدولية وقال له انا جايلك من طرف البطل صالح عطية باقع البيض اللي كان بيجي بيعلكم البيض في المعسكر اللي انتو كنتو محتلينه في سينة وعلى الرغم من انكم ما بتعملوش الاسرة معاملة حسنة الا اني جاي اوصي عليك تعمل معاملة حسنة وده مش مني ده من الطفل صالح عطية اللي انت يوم الايام عملته معاملة حسنة وبكده تبقى انتهت حكايتنا وانتهت قصتنا قصة اصغر جاسوس الطفل صالح عطية صاحب الاثناشر سنة استودعكم في رعاية الله وياريت الحكاية بتاعتي تكون عجبتكم لو عجبتكم سبسكرايب ولايك للفيديو استودعكم في رعاية الله مع السلامة